بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة في هذا الفيديو سأذهب لاستكشاف هذه المنطقة الجبلية والمناطق الصخرية فيها أدعوكم لمرافقتي على نانجد ما فيه المتعة والفائدة استمتعوا معي بمشاهدة هذه الطبيعة الساحرة وهذه الجداول المائية والشلالات الصغيرة سبحان الله تبعث في النفس السرور والطمأنينة والهدوء والسكينة وصلت إلى هذه الجروف الصخرية وهنا بدأت أشاهد عروق الكوارتس والكالسيديون في هذه الصخور كما تشاهدون طبعا مثل هذه ليس لها قيمة ما نبحث عنه دائما هو التشكيلات البلورية الشفافة والملونة وشفافة لكن عندما نجد مثل هذه العروق تزيد الفرصة لإيجاد تشكيلات البلورية شاهدوا معي لذلك أحب البحث في مثل هذه الأماكن طبعا مثل هذا الكالسيديون شفافيته قليلة مطابع البحث عن بلورات أو تشكيلات بلورية ذات شفافية أعلى شاهدوا معي هنا تشكيلات الكالسيديون أو الفلدسبار بدأت تأخذ ألوانا هذه الكسرة وجدتها هنا هي من الكالسيديون بدأ يأخذ ألوانا محمرة ومائلة للصفرة بعضها يميل إلى الخضرة قليلا لكن كما تشاهدون شفافيتها قليلة لذلك لا قيمة لها نحاول أن نجد ما هو شفاف في هذه التشكيلات نزلت إلى هذه الجروف الصخرية المشاطئة للبحر كما تشاهدون هنا أيضا يوجد تشكيلات من الفلدسبار شاهدوا معي هنا تأخذ لونا برتقاليا بالسير للأمام قليلا هنا أيضا طبعا إخوتي الكرام أنا عندما أقول أن الأحجار أو البلورات تتواجد في صخور الميجماتيت أو البيجماتيت أو بين عروق الفلدسبار والكوارتس هذا لا يعني أنكم ستجدونها بالتأكيد لكن الفرصة وجودها سوف تزيد لذلك أنا أبحث في المئات من تشكيلات الفلدسبار والكوارتس لأجد الشفاف منها ونادرا ما أجد باللورات جميلة تستحق أن أجمعها وأصنع منها أشياء جميلة لذلك إخوتي الكرام الكثير من الأخوة يسألوني هل جميع عروق الكوارتس والفلدسبار يمكن أن تحوي على بلورات شاهدوا هنا هذه من أنواع الكوارتس الكالسيدوني طبعا ليس جميع عروق الكالسيدوني أو الفلدسبار يمكن أن تحوي على بلورات لكن يزيد احتمال وجود بلورات في مثل هذه العروق والتشققات بينها وصلت إلى هذه المنطقة كما تشاهدون فيها عروق الكالسيدوني لكن شرافيتها قليلة بالبحث بين هذه الترسبات شاهدوا معي أخوتي الكرام وجدت هذه البلورة الجميلة شاهدوا معي هذا الشكل البلوري هو خاص بالقارنيت الماندين أحجار القارنيت الماندين كما تشاهدون هي ليست شفافة لكن ربما تكون نفوذة للضوء سأقوم بفحصها على ضوء الهاتف شاهدوا معي أخوتي الكرام شفافية وقليلة فيه نفوذية للضوء على الأطراف بعض الشيء لكنها قليلة طبعا مثل هذا قيمته قليلة جدا أما إذا كان شفافا أو نفوذا للضوء بدرجة أكبر عندها يمكن أن يكون له قيمة أحجار القارنيت الماندين كثافتها تتراوح من 3.9 لغاية 4.3 أما بالنسبة لقساوات القارنيت الماندين فتتراوح من 7.5 إلى 8.5 على مقياس موس إذن يوجد أحجار من الألماندين قساوتها بقساوة البيريل من 7.5 ويوجد أحجار قساوتها بقساوة التوباز 8 ويوجد أحجار قساوتها أعلى من قساوة التوباز كقساوة التافيت والأليكزاندريت وتبلغ 8.5 شاهدوا معي هنا إخوتي الكرام أيضا تشكيلات من الكالسيدوني بلون محمر أنصحكم تكثيف بحثكم في مثل هذه الأماكن الإحتمال يزيد أن توجد أحجار جميلة ولكن ليس بشكل مؤكد وصلت إلى هذه المنطقة من عروقي الكالسيدوني سأحاول الآن أن أجري اختبار خدش لنحاول خدش الكالسيدوني باستخدام حجر القارنيت الذي وجدته طبعا شاهدوا معي الكارنيت خدش الكالسيدوني في هذا المكان كما تشاهدون هنا أمام إصبعي الخدش واضح وهذا طبيعي لأنه كما قلت لكم الكارنيت قساوته من 7.5 إلى 8.5 في حين أن الكالسيدوني قساوته من 6.5 إلى 7 درجات على مقياس موس نفس قساوة السيترين والإمثيست وغيرها من أنواع الكوارتس والعقيق وصلت إلى هذا الوادي الذي يسيل بين هذه الصخور النارية سأقوم الآن بالبحث في هذه الترصبات التي تشاهدونها كثيرا ما نجد أحجارا جميلة في مثل هذه الترصبات لذلك أحب البحث فيها شاهدوا معي أخوتي الكرام عقيق كالسيدوني جرفته المياه من الأعلى طبعا فيه ألوان جميلة ولكن شرفيته قليلة نفوذ بالبوء بذلك يمكن صقله لكن لم يأتي عليك بأثمان كبيرة أيضا هذا عقيق كالسيدوني بلون جميل كما تشاهدون يمكن صقله لكن أجمل ما وجدته من أحجار هو هذا الحجر الجميل شاهدوا معي أخوتي الكرام حجر أصفر بلون ليموني جميل هذا الحجر غالبا هو حجر سيكرين ليموني أحجار السيترين كما قلنا قبل قليل قساوتها من 6.5 إلى 7 وكثافتها من 2.65 لغاية 2.7 سأقوم الآن بإجراء اختبار خدش أمامكم للتأكد من نوعه إجراء اختبار الخدش سوف أستعين بهذا العقيق الكالسيدوني والمشاهد إذا كان سيخدش السيترين أم لا طبعا لابد من تجشيف الأحجار قبل محاولة خدشية شاهدوا ما الحجر متموج وخشن الملمس لذلك لا يظهر لا ألاحظ أن هناك أي أثر للخدش لنجد سطحا أملسة في هذا الحجر هنا تتسلت طفعا من الحجر ونحاول الآن بالعكس خدش الكوارتس أو هذا العقيق الكالسيدوني باستخدام هذا الحجر الأصفر ملاحظنا أن الحجر الأصفر تمكن من خدش الكالسيدوني في هذا المكان شاهدوا ما إذن إخوتي الكرام سوف أقوم بحساب كثافة هذا الحجر في المنزل لتأكد من نوعه قد يكون نوع آخر ليس كوارتس لأنه كما شاهدتم لم ينخدش بالعقيق الكالسيدوني وخدش العقيق الكالسيدوني لذلك إن شاء الله سأتكد منه في المنزل بحساب الكثافة وأريكم النتيجة في فيديوهات قادمة بإذن الله عز وجل على استمرار جولتي في هذه الجبال وصلت إلى هذه المنطقة فيها انهيارات حجرية شاهدوا هنا تشكيلات الكالسيدوني بعضها يأخذ لون أحمر هنا في الأعلى كما تشاهدون مثل هذه يمكن أن يكون لها قيمة ألوانها حمراء جميلة كما تشاهدون شاهدوا معي أحب البحث في مثل هذه الأماكن التي تحوي على تشققات وعلى عروق الكالسيدون والفلدسبار شاهدوا معي هنا هذه عروق أيضا من الكالسيدون شاهدوا مثل هذه التشققات والتصدعات بين الصخور يمكن أن تحوي على بلورات طبعا بدأت تظهر ألوان جميلة للكالسيدوني في هذا المكان سأحاول الآن تكثيف البحث لعلنا نجد تشكيلات بلورية جميلة شاهدوا معي لا أرى شيئا لكن سأكثف البحث أكثر عروق ضخمة أو صخور ضخمة من الفلدسبار والكالسيدون تشاهدونها أمامي الآن بلون أصفر محمر هذه المنطقة فيها انهيارات صخرية وحجرية كما تشاهدون هنا بحثت قليلا في هذه الترسبات فوجدت بعد البحث هذه البلورة أيضا شاهدوا معي أخوتي الكرام أيضا شكل البلوري النمطي للقارنيت ألماندين هذا هو الشكل البلوري النمطي للقارنيت ألماندين بشكل كرة كرة البيسبول كما شاهدون لها سطوح مستوية لكن هذه مكسورة من هنا شاهدوا عادة تكون بشكل كرة هذه بشكل نصف كرة مكسورة من قارها أيضا شفافيتها قليلة لكن أعتقد أنها نفوذة للضوء لذلك سأفحصها الآن على ضوء التليفون أثارت فضولي للبحث هذه التشكيلات من الفلدسبار والكالسيدوني كما تشاهدون لكن طبيعتها ليست شفافة ونفوذيتها للضوء ضعيفة قد تجدون بالحفر أسفل جيوبا صخرية تحوي على بلورات جميلة من السيترين أو الكوارتز أو ربما البيريل أو التوباز جميع هذه الأحجار يدخل في تشكيلها السيليكا لذلك يمكن أن تتواجد في مثل هذه الأماكن شاهدوا معي هنا هذه تشكيلات بلورية ذات لون مخضر إذن إخوتي الكرام هذه هي الطريقة للعمل ابحثوا عن مثل هذه التشكيلات وعندما تجدوها حاولوا أن تجدوا تشكيلات بلورية شفافة وجيوب بينها لعلكم تجدون بلورات جميلة جاهدوا معي إخوتي الكرام هذا المكان يشبه الجيب الصخري أنا الآن بين منحدرين من الصخور من هذا المكان وهذا المكان كما تشاهدون مكان مقاعر جميل جدا لا تعرفون أين تقودكم أو يقودكم المسير عندما تسيرون في مثل هذه الجبال الجميلة طبعا يمكنكم السير كل حسب المكان الذي يقيم فيه يمكنكم استكشاف الجبال الصحراوية ويمكنكم كذلك استكشاف الأودية الصحراوية طبعا هذه المنطقة منطقة في شمال أوروبا طبيعتها باردة لكن بشكل عام الطبيعة الجغرافية للأرض تتشابه في جميع البلاد لذلك فقط تتبعوا الإشارات التي أحدثكم عنها وإن شاء الله عز وجل ستصلون إلى نتائج جيدة أنصحكم أن تتركوا هواية البحث عن الأحجار الكريمة كهواية فقط مارسوها فقط في أوقات الفراغ لا تضيء عليها أوقات الدراسة أو العمل وهي هواية جميلة بطبيعة الحال في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل أتمنى لكم كل الخير والصحة والعافية من الله عز وجل والرزق الحلال الطيب المبارك بأمان الله وحفظه أستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته